يعني كل الناس بعد الفوز اللي تحقق في رادس كانوا متوقعين انه التأهل مضمون بنسبة جبيرة وان كان طبعا مطش القاهرة كان معروف انه مباراة صعبة ازاي تابعت مطش مبارح وازاي قيمت اداء النادي الاهلي من ناحية الاداء والنتيجة طبعا مش محتاجة كلام لا اكيد من مباراة مباراة من بطولة لبطولة اكيد بيتبان شخصية لعيبة النادي الاهلي والشخصية النادي الاهلي بيتبان في اللعيبة ببان مع الجهاز الفني كناك ان انت بتكسب في السيمي فاينال بتكسب الترجف في رادس بنتيجة واحد سفر وبعجاب ترجع هنا بتكسب تلاتة سفر فاكيد دي نتيجة كبيرة وده اندلف هيدل ان فريد النادي الاهلي نزوج شخصية قوية الحائز على اللقب وبيثبت للسنة التانية على التوالي ان هو جدير ان هو يوصل للفاينال وان شاء الله انحق البطولة العشرة بشوف ان المباراة الاولانية كان فيه شخصية لعيبة النادي الاهلي زي ما قلت لحضرتك ان زي ما بعكس كل الناس ما بتقول ان فريد ترجي ضعيف لا فريد ترجي يكون ان هو يوصل سيمي فاينال في دوري ابطال افريقيا فهو فريق قوي ومخرج قبل كده النادي الزي مالك اللي وصل معاك السنة اللي فاتت لانهاء البطولة وبيخرج النادي الزي مالك لا فريق قوي فريق عنده شخصية عنده مدير فني على خبرات كبيرة جدا في بطولة افريقيا لكن هنا لعيبة النادي الاهلي بخبراتها باللي اكتسبها لعيبة النادي الاهلي وشخصية البطولة بقت موجودة وخصوصا ان بيبيان لكل جمهير النادي الاهلي ان النادي الاهلي في اي وقت او لعيبة النادي الاهلي في اي وقت ان هي ممكن تكسب تكسب في أي وقت مجرات المباراة زي ما شفنا مباراة مباراة يمكن مستر مسماني في طريقة اللعب اللي لعب بيها أنا بشوف اللي هي 4-3-2-1 أو 4-3-3 حسب التمركزات في الملعب هو إدى الاستحواز وإدى الأفضلية بحيث أنه يكتسب يعني يشد حماس فريد ترج شوية وده فعلا اللي حصل إدى له الاستحواز أول تلت ساعة ونصف ساعة لكن بنشوف اللي فرق مع النادي الأهلي دربة الجزاء وكان فيها جدل كبير جدا لكن دربة جزاء مستحقة وطرد مستحق قبل بدخل في تفاصيل الماتش عايزك تعد معي كده يعني هلعب معك لعبة اسمها الصعب سهل تعد معي شيل بس بقى الميونيخ على جنب تمام الوداد رايح جاي تمام زمالك الدحيل القطري بالمراس البرازيلي نهضة بركان المغربي سانداونز الجنوب أفريقي الترجي التونسي كلها مطشات صعبة وكلها مطشات تقيلة وكلها مطشات مع فرق أبطال يعني مفيش اسم من اللي أنا قلته ده تقول عليه فريق صغير مداد زمالك دحيل بالمراس نهضة بركان وصولا لسانداونز والترجي في النسخة الحالية كل المطشات دي كتت صعبة جدا ورغم كده الأهلي أداها وكسبها وعد منها وتحس إنها كتت سهلة عشان كاي بقولك ايه تفسيرك لنظرات الصعبة مع الأهلي سهل وصعبة مع موسيماني لأنه موسيماني الحقيقة صاحب بصمة واضحة جدا في الموضوع ده مستر موسيماني اللي عايزة أتكلم فيه إن مستر موسيماني تلاقي تركيزه أكتر في الأرقام إنه هو يحقق أرقام مع نادي الأهلي وبيحقق أرقام الأرقام اللي حضراك بتقول عليها وهنا برضو بترجع للعيب اللي جواه نادي الأهلي مقاومات اللعيب اللي جواه نادي الأهلي شخصية اللعيب اللي جوان نادي الأهلي هو أقصد أي فريق هيقدر يقدي وهيقدر أنه يحقق مكسب ويقدر يحط اسم النادي الأهلي في المراكز الأولى لكن بتشوف فريق بيوصل كاس علام الأندية بتشوف فريق بيكسب أي زي ما حضرتك بتقول أنه بيكسب أي فريق بطل زهابا وقيابا فإنه يدل أن فريق نادي الأهلي عنده شخصية قوية بيقدر يلعب مع أي فريق سواء في أوروبا سواء في مصر سواء في أفريقيا فده يحسب للعيبة ويحسب لمستر مسماني أنه هو بقى على دراية كاملة بنوعية اللعبة اللي معاه بطريقة اللعب اللي هيلعب بها في أي مباراة ممكن يجي لك إخفاقات شوية بعد أوقات من المباراة لكن ده وضع طبيعي لكن الرجل على طول أنا بشوف المستر مسماني بيقدر أنه يدرس الفرق اللي بيلعبها كويس صحيح يحسب لنقاط تحسب له بشكل كبير جدا طبعا بيدرس نقاط القوة في الفريق ونقاط الضعف في الفريق لكن برضو عايز أرجع لحتة مجلس دارة النادي الأهلي واختيار مستر مسماني كانت فترة صعبة جدا أنه هو لما مستر فيلر ماشي ومستر مسماني ده بيرجع لكابت المحوض الخطيب ومجلس دارة النادي الأهلي على اختيار المجير الفني الأنسب في التوقيت المناسب أنه هو الراجل جي وخد دوري أبطال أفريقيا وخد دوري مع النادي الأهلي وبعد كده اداله المساحة ده اللي أنا عايز أتكلم فيه أن أنت مجلس دارة النادي الأهلي كمدير فني أو كجهاز فني بيوفر لك كل سبل النجاح كل سبل أن أنت إزاي تحقق بطولة بيوفر لك كل مقاومات البطولة وفعلا أن الراجل عند حسن نظام المجلس والإدارة واللعيبة والجماهير وأن التحقيق ناردأ